أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن تعادل باريس أفسي الفرنسي بشعر فيكتوريوس البحرين مع تولوز 22 يعتبر نتيجة إيجابية في ظل أن الخصم يعتبر من أقوى الفرق ومنافس قوي على الصعود إلى الدرجة الممتازة وهو متصدر لدور الدرجة الثانية الفرنسي نعم وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن باريس أفسي مقبل على مرحلة مهمة تتطلب مضعافة الجهود من أجل تحقيق النتائج الإيجابية ومتمنيا سموه للفريق دوام التوفيق والنجاح ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في الدوري رفع باريس أفسي الفرنسي بشعر فيكتوريوس البحرين رصيده إلى 18 نقطة وما زال في دائلة المنافسة على الصعود إلى الدرجة الممتازة مع تبق العديد من المباريات في الدوري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر